السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم اعزائي المشاهدين اتمنى تكونوا بخير وصحة وسعادة دايما النهاردة ان شاء الله هنشرح مع بعضينا شرح عملي ازاي تقدر تضرب حجن عضل في المنزل وكمان ممكن تضربها لنفسك في العضلة الخلفية كنا شرحنا قبل كده موضوع ضرب الحجنة واهميته في البيت يعني ان يكون في فرض يعرف يضرب حجنة وشرحنا بالتفصيل الموضوع ده في حلقة سابقة لو حبيت انك يعني تطلع عليها هسيب لك رابط الحلقة في الوصف اسفل هذا الفيديو وكمان هتظهر لك في ايقونة في اعلى الشاشة يعني ممكن تدخل منها وتشوف الحلقة السابقة لان فيها معلومات مهمة جدا كنا شرحناها قبل كده النهاردة هيكون الفيديو بتاعنا قصير وسريع لذلك يعني اتمنى انك تطلع على الحلقة السابقة هتستفاد جدا اه في الحلقة السابقة كنا شرحنا اه كيفية ضرب الحقنة وكان يعني لحظنا ان المحلول بياجي في يعني الموية بتاعت الحقنة اللي بنفضي هنا كان بياجي في عبوة زجاجية وعرفنا ازاي نقدر نفتح العبوة الزجاجية يعني بكل سهولة وبكل يسر والنهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نفتح العبوة البلاستيكية دي برضو عشان الناس ما تحتارش ازاي تفتحها يعني وحنحل بيها الحقنة بتاعتنا اللي احنا شايفينا دلوقتي اهو يعني الطريقة دي باجي بعمل ازاي بامسك من فوق الجزء ده اهو الفوق والفه كده مجرد ما الفه اهو عشان مظاهر كده اهو اعمل كده والف مجرد ما الف اهو اتفتح معاي بالشكل ده تمام عرفنا الطريقة بتاعت ايه فتح العبوة البلاستيكية بالطريقة دي اركن دي على جنب وطبعا هنا في غطى بلاستيك فوق الحقنة ده بس اعمله كده هيطلع معاي خلاص طب ابدأ بعد كده اخد السرنجة بتاعتي اللي انا هعب بيها المحلول المائي وافضيها في الحقنة جلنا هنا في الورجة هتلاقي ايه في حتة فاضية كده هي دي اللي امسك منها واشد بالطريقة دي بحيس ايه اطلع السرنجة بتاعتي واحاول اني انا ممسكش يعني السرنجة بيدي يعني من بعيد لبعيد كده وهلبس ايه العبرة في السرنجة بتاعتي وتأكد انها ايه محكمة ايه الغلق تمام طيب هاجي بعد كده هسحب هاخد المحلول بتاعي وعبي تقريبا يعني اثنين سنتي منيها وحسب ما يقوله الدكتور اثنين سنتي اثنين سنت ونص حسب تعليمات الطبيب يعني اهو عبيت مني سنتي من المحلول هاجي هنا كده اهو وضع الابرة وفضي ايه فضي المحلول بتاعي طب انا مش هطلع الابرة هفضل لان انا ايه لو هطلعت الابرة وديت بعد كده اسحب الابرة السن بتاعها هيضعف لا انا هخلي الابرة احاول كده يعني امسكها بيدي من فوق وارج كده تمام لحد ما المحلول بتاعي يتيانس مع البدرة الموجودة نستعجل شعالها افضل ارجي كده لو عايز تطلع الابرة طلحها وبس يريد يكون معاك يعني اه ابرة تانية تاخد السن بتاعها اللي هو تستخدمه في اه عند ضرب الحجنة مع الشخص اللي هتضروبها بس كده عندما تأكدنا ان المحلول كله يعني خلاص بتجانس ابدأ اسحب كده تمام حد ما اسحب ايه تأكد اسحب الكمية كلها كده اسحبنا الكمية كلها طبعا لازم افضي ايه افضي الهوى تمام لازم الهوى ده كله لازم يفضل افضل يعني اهوة جامعة لازم افضي الهوى كله اللي في الحجنة ده لازم يفضل حد ما تطلع من فوق الابرة بتاعتي طب بعد كده احنا جهزنا الابرة باقي على الضربة بس يعني في اه شايف كده فقعات البسيطة دي دي ما تأسرش معانا في في ضرب الحجنة يعني عاوز تعملها برضو ماشي او بس الفقعات البسيطة دي ما تأسرش في ضرب ايه في ضرب ايه في الحجن كده جهزنا الابرة بتاعتنا وحنبدأ نضيها للمريض مع بعضينا اه احنا طبعا احنا ضربها في العدلة الخلفية وانا هضربها على نفسي اهو قدامكم اه العدلة الخلفية احنا قلنا بتجسم بطول خط طولي وبالعرض بالشكل ده وبنضرب في احنا قلنا في الجزء اللي هو العلوي الخاريجي الجزء العلوي الخاريجي تمام بعد بجهزنا الابرة جماعة قلنا بنشيل الغطا كده خلاص ونبدأ المكان بتاعها اهو زي ما حددناها في الجزء العلوي الخاريجي زي ما قلنا لكم ويا ريتا اكون واقف قدام مراية يعني بحيس ان اشوف الوضع بتاعي بالزبط وادخل الابرة على طول ما اجلكش يعني ادخلها اهو اجلكش على طولها تمام دخلت الابرة كلها للاخر بسحب جزء بسيط كده سحبت معايا اللي جيت في دم يبا انا مكاني غلط ما سحبتش ما فيش دم لا يبا اكمل وادوس وادغط سنة سنة بالراحة اهو نحاقد ما فضي الابرة كلها بس فضيت الابرة كلها بسحب واخلي معايا ايه المنديل وبكده اعزائي المشاهدين يكون خلصنا مع بعضنا اه وتعلمنا كيفية ضرب اه الحجن عضل في المنزل اه لنفسك كمان بدون اي حد تاني يضربها لك والقاكم على خير واتمنى انكم لو بتشاهدون اول مرة تشتركوا في القناة واتفعلوا زر الجرس وكمان لا تنسونا ولا تبخلوا علينا بعمل اعجاب اذا اعجابكم الفيديو والقاكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة